شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها أن تركب تاكسي مع سائق فضولي أو ثرثار يتكلم كثيرا هذا أمر عادي نواجهه أينما كان لكن أن تركبه في القاهرة ومع سائق مثلا مثلي أو متحرش أو رجل دين إسرائيلي أو مدمن فهذا أمر غير معتاد ممثل كوميدي مصري اسمه إبراهيم السمان يحاول أن يضع الركاب في مصر في مثل هذه المواقف غير الاعتيادية ليرصد ردود أفعالهم بكاميرا خفية أنتج مسلسلا يوتيوبيا اسمه كريزي تاكسي فمر يكون بشخصية رجل خليجي ومر بشخصية رجل دين إسرائيلي يستفذ الركاب يمزح معهم يضللهم انتحل إبراهيم في الحقة الرابعة من مسلسله شخصية رجل مثلي الجنس ارتدى شعرا مستعارا به خصل حمراء هكذا وقميصا زاهية الألوان وأظافر طويلة ورغم ذلك احتفظ بشاربه الذي يشبه مقود البسكليت ثم بدأ بمغازلة ركابه لم يغازل كل الركاب يغازل الذكور فقط وبدأ بالتحرش بهم لفظيا وملامساتهم أيضا أستعدل ومعكم الآن مقطعا من هذه الحلقة بالشكلت مش غريبة علي فكرة أنا من شبرو يال هوو بعشة شبراء وأهل شبراء ما تخليك بحالك أو بحالك كانت حضرتك هو في حاجة أنا أنا على فكرة أنا مش فهمة مش فهم ايه أنا مش عارفه أصلا حضرتك واحد ولا واحدة يا لهو ولا يا لهو شكلك إنه طب لو سامحتي بصوا كدامك أطب لو بصلوا ليه أصل بصلوا ايه بصلوا ايه مسكزي بقى في نفسك بقى مالك فيك ايه? ما قلت يقول لي ملك اخير مش كنتها ولا مني كنتي. ملك غيرونا. 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 هذا الفيديو شوهد لي ما يقارب مليوني مرة على يوتيوب رغم ان تجي بامتانية بسيطة. كيف كانت ردود الافعال? جميع الركاب سخروا من السائق المثلي وتعرضوا له ربما بالضرب. كانوا له بعض السباب بعض الشتائم هو لعائلته. البعض هدده بالتقطيع في ميدان عام. للوقوف على هذا الموضوع زروا من معي هنا اه ينضموا الي من القاهرة الممثل الكوميدي ابراهيم السمان. مرحبا بك يا ابراهيم. اسمحوا لي فقط ان انقل ابراهيم الى شاشة تلك. انتقل ابراهيم معي. اذا مرحبا بك يا ابراهيم. يقولون انك تفبرك هذه المقاطع. وان كل اه الذين ظهروا معك وخرجوا معك في التاكسي هم ممثلون كم بارس. اه اولا اهلا بكم وانا اطلعت معكم دلوقتي ومرسيه على المقدمة الجميلة دي جدا اه. من فبرك او مش بفبرك مش دي مشكلتي خالص انا كان اهم حاجة ردود افعال الناس ان الناس اتبسطت وضحكتوا الموضوع كان الهدف منه ان احنا اه نرسم بتسامع على وشوش الشعب المصري والشعب العربية جميعا والحمدلله ربنا اكرمنا وقدرنا ان احنا نعمل حاجة زي كده اه وللامانة المهنية انا ما اعرفش اذا كانت الناس زي حقيقية ولا مش حقيقية الله اعلم انا ما ينفعش يركب معي حد وابقى عارف ان هو ان هو فيك ميبي يكون كده ما اعرفش ده مش انا اللي مسؤول عنه بس انا ما اعرفش ان الاشخاص دي طيب هناك من يقول لك ليس كل المثليين يتصرفون بهذه الطريقة التي كنت تتصرف بها ربما يتكلمون عادي يلبسون عادي وايضا اه اه يعني لماذا اخترت هذه الصورة للمثلي والله مش هو الفكرة كلها ان احنا كنا بنقدم انماط من المجتمع انماط ممكن تبقى اه حصل عليها كلام ما بين القبول والرفض ولكن احنا مش ضد اي حد كل حد حر ولكن اه استخدمت اكتر من شخصية زي شخصية اليهودي شخصية المدمن كل دي كانت انماط بنقدمها وبنشوف ماذا تقبل الناس ليها يعني ولكن اه 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 بصراحة طيب الا تخشى عندما تدخل في مثل هذه الانماط من تنميط الشخصية وتنميطها بشكل عام كأن تسيئة للشخصية الخليجية تسيئة لدين معين او لفئة معينة من البشر لا لا انا لم اتطرق الى الاساءة خالص يعني لم اتطرق بالعكس الموضوع كله كان كوميك راليف مجرد ان احنا بنحاول نعمل ابتسامة ليس الا وفي الاخر كل حد بن بعد ما بنكشف ان ده كاميرا خفية من مقلب بيبان قد ايه انتماء وسواء في الكاركتر بتاع اليهودي قد ايه هو بيحب بلد وقد ايه احنا بنحب مصر وقد ايه الناس بتقلق على بلدها وبتحب بلدها وبتغير عليها جدا اه الانماط التانية بنشوف قد ايه طيبة الناس ورد افعالهم الجميلة الموضوع كله الهدف منه هو اه الكوميديا لا ليس الا هو 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 التنفيس الكوميدي الكوميك ريليف بقى احنا مش بنفكر ان احنا بقى اه نسيء لحد او ان احنا نسخر من حد او ان احنا ننقض اه يعني انماط لو فرضنا ان الركاب الذين يخرجون معك في التاكسي او يركبون معك في التاكسي في مثل هذه السلسلة هم حقيقيون الا تخشى على نفسك مثلا من الاستفزاء بان تتعرض للاذا اه تعرضت كثيرا انا تعرضت كثيرا للاذا والدربت على فكرة ادربت كتير جدا وحلقة المثل دي انا ادربت فيها كتير جدا يعني المقطع اللي حضرتك قدمته ده اه الولد لما نزل كان هيكسر لي دهري فمعرفش بقى موضوع سلامتك يا ابراهيم السمان وسكرا لك كنت معي من القاهرة وبالتوفيق لك اشتركوا في القناة